موسيقى مساء الخير مشاهدين أهلا بكم في عدد جديد من برنامج عين على الحدث إذن تنطلق غدا أولى مراحل عملية التسجيل على مستوى البلديات في سيغة السكن الترقوي المدعم ويرى البعض أن هذه السيغة تعد امتدادا لسيغة الترقوي الاجتماعي وبالتالي فإن مصيرها سيكون كبقية السيغ الأخرى ما هي أو إمكانية تجسيد هذا المشروع وألياته على أرضية الميدان وما هي المدة الزمنية التي من الممكن أن يصل إليها هذا المشروع طبعا لملاقشة هذا الموضوع أسعد كثيرا باستضافة الخبران في البلاتو على يميني الأستاذ عبد الرحمن بن يمينة الخبير في العقار والهندسة المالية مساء الخير مساء النور شكرا على الاستضافة كما أسعد أيضا باستضافة الأستاذ جمال شرفي الخبير في العقار والمدينة مساء الخير مساء الخير شكرا على الاستضافة أستاذ جمال شرفي لو أبدأ معك في الموضوع يعني العام الماضي كان هناك فتح للتسجيل في هذه السيغة لكن إلى اليوم لم يتم التقدم في هذا المشروع ثم نأتي من جديد ونفتح الباب للتسجيل يعني ماذا يحدث بالضبط؟ في حقيقة الأمر لأنه كما تعلم بأنه سيغة الألبياء أو ما يسمى دائما القديم الجديد هي السيغة التي في وقت من الأوقات في قانون المالية لسنة 2010 هي من استخلفت السكن التساهم الاجتماعي ما يسمى بالألسبي لكن بعد ذلك لم تطول أو لم تعمر كثيرا في حكومة سلة الأولى تم وقد هذه السيغة واستبدالها بسكنات عدل أو بالسيغة السكن ما يسمى بالألبي أو البيع بالإيجار تم إحياءها أيضا عند قدوم السيد وزير السكن للحقبة تمار عبد الوحيد تمار في حكومة أو يحياء ونوعا ما تم تجديد للمرسوم التنفيذي لتحديد نوعا ما توسعت لأنه كانت تخص فيما سبق تقريبا إلى سكنات ذات الثلاث غراب تم إضافة نوعا ما سياغة أعداد جديدة أو أنماط جديدة من السكنات ضمن هذه السيغة وكان أنذاك السيغة التي أخذت جدلا وصنعت الجدل الكبير لكن كان سيكون تسيرها مركزيا لكن اتخذت الحكومة بعد ذلك قرارا بأن تلك السيغة سيسيرها الولاة لأنه وقع تناقض أنذاك بين التسير إذا كانت تسير قطاعي لأنه وزارة السكن نوعا ما فشلت في تسير سيغة قطاعية اللي هي سكنات عدل أو السكنات البيع بالإيجاب قال لك نزيد ونحملوها أكثر من طاقاتها وهي التي لا تملك كل تلك الطاقة لنعطي هذه العملية لتسير على مستوى الولاة بطبيعة الحال وكانوا المرقون العموميون هم من سيشرفوا على إنجاز هذه السيغة لهم دواوين ترقيب سير العقاري أو ما يسمى بليزوبيجي لكن أنا ذاك أيضا خال الكفار سنسجلوا أسكن نفتحوا الاكتتاب أسكن ديروا برنامج كوطاع فتح الاكتتاب أعثرت حكومة أويحي عدم فتح الاكتتاب لأنه فتح الاكتتاب سيكون عدد المهول جدا يعني ممكن راح تجينا ملايين من السكنات ونحير اعتمدت الحكومة أنا ذاكي كانت تتذكر في حكومة 2018 كانت أول كوطاع وهي قدرت بـ 70 ألف في سنة 2018 قل لك نبدأ بهذه الكوطاع كعينة وإن نجهت اعتمد أيضا عدد مماثل أكثر في سنة 2019 لكن للأسف الشديد بعض الولايات باستثناء بعض الولايات اللي بدأت نوعا ما توفر فيها العقار بدأوا بعض العمليات لكن تكاد لا تحسب ومن ضمنها لأنه يعرفوا بأنه هذه الصيغة إذا فتح الاكتبار سيكون في العاصمة وتتذكر هذا كل الفيديو اللي في وقت من الأوقات الضغط الكبير اللي صرف العاصمة على مستوى البلديات قال لك خرجت الديعايات بل الإكتتاب فتح في العديد من البلديات شاهدنا الطوابير وكانت لدينا أيضا حصص في ذلك وتابعا الموضوع لكن في أخر المطاف تم تفنيده وكان هناك تناقض بين الولايات بين رؤساء البلديات حتى خرج علينا والي العاصمة أنا ذاك زوخ اللي حرجوه الصحفيين قال لهم وقتها تفتحوا الإكتتاب خليهم عندي شرا نحطوا في قراصي هذيك الفيديو المضحك أنا ذاك بعد ذلك تم تصحيح المسار وقالت الولايات أو الوالي رجع في تصريحاته بعد أسبوع بأنه جزائر في ضمن هذه الكوطة وفرنا عقار بطريقة صعبة لكن الاستقبال أربعة ألاف أربعة ألاف وحدة سكنية أنا أقول بأنه الآن لكي أعطي الصورة إعادة البعث ضمن هذا التشجيل الموجود الآن تختلف الآلية الآن الآلية الآن قال لك لكي نمنح لأنه ضمن إطار الكوطة رح نقع في مشكل كبير كيف ها ولاية تأخذ ألف ولاية تأخذ خمسمية والعدد كبير قال لك لنعرف لأول مرة لأن ولاية لا يوجد لدينا في الجزائر ما يسمى بطقيط على الطلب ما نعرفوش طلب الحقيقي على السكن الآن الناس اللي تسلك منزو زملائي نور بعمية عشر مليون وثو هذو ما اللي يندرجون في سيغة الألبيا سنفتح اكتتاب لمدة شهر من خلاله سنسجل المكتتب وننحينو هذا الطلب ونعرفو هذا الكم الهائل سيكون هائلا سيكون قليلا بعد ذلك نحدد الاستراتيجية دائما ضمن الصعاب وضمن المرتفقات القديمة اللي كانت أيضا مشكلة العقار وهي المشكل الكبير اللي يطرح طيب أستاذ بن يمينا ملاحظاتك حول ربما مسار هذا المشروع ويعني اليوم هل حقيقة الحكومة عادت النظر فيه وبإمكانه أن يلقى مسار آخر غير المسار الذي لقيه سابق شوف بسم الله الرحمن الرحيم كان نقطة مشتركة بين كل المشاريع العقارية في الجزائر أي مشروع عقاري هو تلك التركيبة العقارية قطع الأرضية عليها البناية والمشروع بهندسته المالية هذا التركيبة هي نفسها في كل المشاريع الشي اللي يختلف كيف يكون التمويل في الـ LPL كيف يكون التمويل في الـ ADL كيف كان التمويل في الـ LSB هذا اللي يختلف من مشروع إلى مشروع لكن النقطة المشتركة في كل المشاريع هو عدم فقه هندسة تركيب العقار والضعف في تسيير المشاريع العقارية سواء كانت LPL سواء كانت الـ LSB سواء كانت الـ ADL وأستسمح كل المسؤولين الصاهرين على ذلك لكن هذا الضعف رهو وطني علش راني نتكون في هذا النقطة باش نعرفوا نسي أكسترار للمشاكل الخاصة بتركيبة المشروع العقاري ولا المشاكل الخاصة بهذيك التركيبة لأنه كن كن مشكل تقول هذا المشكل بسكو كانت LSP دو كنخرجها LSP ورجحها LPL رح يتنحى هذك المشكل لو كان ما نقدروش نفصله بين المشاكل في التركيبات الثلاثة على الأقل ما راحش نفهمه أين الحل باش نجي امتدادا لشي اللي قالوا زميلي شرفي في المشاكل اللي كانت مقبل هل كانت الآن هل الآن دوك الحل هل الآن الإشكالية في معرفة عدد الطلبات من بعد عرفت عدد الطلبات من بعد وش تدير توزيع خريطي ولا تديرهم كما يقولوا وريحوا يسنوا لعشرين سنة ولا تنطلق في مشاريع بالتوازي على توزيع خريطي منظم هذه كلها أمور يعني والله ما ظنيت يعني شوف كين أمور كين أمور مثلا لنا في جنوبي 2018 نلحقه جنوبي 2019 احنا أدوات حالنا في الميدان تقول لي هل تغيرت الأدوات المساهمة في التركيبة العقارية قول لك ما تغيرتش تقول لي هل تدهورت نقول لك تدهورت أول تركيب تدهور هو التمويل ثاني تركيب متدهور منذ القدم هو الضبط الوعاء العقاري بعوائقه بعقوده بقراراته ثالث أمر كل المواطنين وسامحني لما نطول في الأخور ولعل الزميل شوف يحبي قدر التعليق ما ليس لكم كل الوقت كين أمر أنا المواطنين يوقفوني في الشارع ولا نطلقه ولا ليسأني ولا ليعرفني ولا لي ما عرفني كين ناس مش مفرقة قل لكوش الفرق بلا ديال ولا البيال وعليش نحاولنا لديال ورا نحل للبيال وشنه هو الفرق بين الألس بي واللبيال كنت تستمحوني واحد تلتقائق يقول لما بها دقيقتين نوضح بكل بساطة الفرق وش معناها لديال لديال المرقي هو الدولة الممول هي الخزينة بوسيط البنك والقطع الأرضية هي الدولة إذن كل دولة في دولة الألس بي الألبيال القطع العقارية تبيح الدولة للمرقي العقاري بتخفيض من 80 90 95% لكن المرقي هو يصبح مالك ومديرية أملاك الدولة تدير عقد بيع للمرقي العقاري بتحشكون هذا المرقي العقاري الخاص عموما يعني المرقي العقاري في وهران المرقي العقاري في تبسل المرقي العقاري في خسنطينة في الجزائر إذن العملية في بساطتها هي شراكة بين المرقي العقاري الخاص بتنظيم الدولة الدولة كيفاش تدخل في التنظيم في الألبيال في الألبيال هي كلها دولة والأثمان تعالى كانت في 2001 ومبعد تغيرت ببساطة لكن الأثمان في الألبيال تاني رايبين مليونين ومئة ألف دينار حتى مليونين وخمسمائة ألف دينار حتى الربعة ألف وربعمائة ألف دينار وتختلف بين الهضاب والجنوب لكن الألبيال الدولة تمد للمرقي القطع الأرضية تمد يعني تبيع له بتخفيض لكن هنا في الألبيال وقع جديد الدولة دارت وسيط هو الصندوق الوطني سكون الصندوق الوطني للسكن المواطن ما يدفعش للمرقي مباشرة يدفع للسيانال من بعد السيانال تقعد تتابع في الأشغال وتدفع للمواطن والسيانال عندها واحدة نسبة تأخذها القروض تضحط في السيانال يعني أن السيانال هذه والسندوق الوطني للسكن يوقع فيه تمركز الهندسة المالية سوف يالله فاوش درنا قولوا يمكننا جيبهم الخزينة رأنا نموله بمال المرقي العقاري وضفتر شروط عالي جدا عالي جدا يعني لما تشوفوه تقول والله يكون نبنيه هكذا تزير منه على سنتين ثلاثات تتحول إلى ترقية عقارية قوية لكن الميدان يعارض ذلك مخلب لك زميل شروفه مزيد من التفاصيل يعني حول لا ممكن واش تقدم واش قال سي عبد الرحمن هي عادة الأمر واضح جدا لكن أنا أقول بأنه الأسباب التي أخرت المشروع رغم لا أقول نضجه لأنه دفاتر الشروط أو دقر رصد شروط تم إعدادها منذ سنة 2017 إلى نهاية 2018 أنا أقول بأنه عدم وجود سياسات سكنية واضحة المعالم فلهذا تغيرنا من كل الأنماط وعرفنا كل الحروف الأبجديات من الـ 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 يعني كثرة الأنماط يعني هل يمكن أن نفسر هذا بأنه كان فيه قرارات ارتجالية ربما لدخل في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي يعني ما فيش دراسات السكن هو شراء للسلم الاجتماعي في كل سياغ لماذا؟ لأنه الآن السلم الاجتماعي أصبح ليس الخبزة كما يقول السلم الاجتماعي هو السكن الآن سياسة الدولة الغير عميقة لعادة الحكومات المتعاقبة لا تعطي اهتمام بالوسائل دائما تعطي الاهتمام بالأهداف على حساب الوسائل والوسائل مهمة جدا الوصول إلى تلك كانت السياسات عرجاء في الكثير من الأحيان فلهذا شاهدنا بأنه المشروع السكني في الجزائر لم نستطع لحد الآن منذ 30 سنة تقريبا و25 سنة أن نخرج من سيغة سكنية واحدة ونطويها والدليل على ذلك أنه حتى عد 2001 بعد 19 سنة 20 سنة لحد الآن يروح مكانه بالرغم لحد الآن نتكلم على طعون تعود إلى 19-20 سنة تحين الملفات ملف هو ملف أيضا نقطة سوداء في هذا الملف السكني فلهذا أقول بأنه تسيير الملفات السكنية كانت تسييرا موضعيا رقميا وعادة الوزير يأتي يجيبنا سياسة سكنية مخالفة تمحي سياسة من قبله يعني مكنش عندنا استشراف للمستقبل أو سياسة مؤسسات دولة يعني مهما تغيرت الرجال أو تغير الوزراء تبقى السياسة مستمرة وهذا هو النقطة أخذية لجعل دائما المشاريع دائما ون يروح وزير تولين عالم استخدام هل تحويل الآلية إلى الصندوق الوطني للسكن يدخل ضمن إطار هذا أم أنه سيقدم الجديد لا النقطة التي شرح عبد الرحمن بالنسبة إلى أنه سيكون طرف ثالث لأنه فيما سبق كما قال لك الأستاذ بن يمين بأنه فيما سبق الالبيا القديم كان أنه المرقي خاص والعام هو الذي يحكم الدراهم هو الذي يحكم ضمن حسابه البنكي شاهدنا أيضا العديد من عمليات الاحتيال التي وقعت أيضا في السكن التساهمي أيضا في الآلبيا الآن في ظل المرسوم الجديد الصندوق الوطني السكن سيكون مراقبا ماليا بالنسبة إلى المرقي يعني كل ما تقدمت الأشغال ستكون نسبة المخالصة المالية وفقا إلى نسبة تقدم الأشغال يعني الآن المكتب ليضع فلوسه أو يعني نقوده يعني مدخراته ضمن عند صندوق الوطني السكن سيكون ضامنا لهو يمثل السلطة العمومية وهي عادة وزارة السكن وهي تربط أو الحلقة بين المرقي سواء كان خاصا عاما وبين المكتب اللي عادة هو دائما يشكك بأنه في بعض الحيان شكك نشوف أيضا مقاولين أو مرقين أخذوا الفلوس ولم يوفوا بوعودهم الآن هذه الحلقة نوعا ما تضيق الخناق نوعا ما على الأجال على أيضا على أنه يكون المرقي يجب أن تتوفر فيه أيضا شروط معينة خصوصا إن كان خاصا يعني ضمن دفتر شروط يعني الآن الأمل قد يكون الوفق الآن انقشع قليلا ضمن أيضا بعض المشاكل الأخرى التي لم تحلحل لحد الآن دائما أذكر منها وسيفصل فيها أيضا الأستاذ عبد الرحمن هي المشكلة العويسة رقم واحد لكل المشاياع سكان في الجزائر هو العقار هل هو متوفر أو غير متوفر طيب سنأتي على ذكرها ولكن قبل هذا والتفصيل في نقطة أعتقد بأنها مهمة وتتعلق بقيمة الدعم المخصصة للمكتاتبين في هذه السكنات وأيضا السعر الشقق يعني هل تعتقد أنه بالنظر إلى عدد الدفعات وأيضا قيمة الدعم بالإمكان أنه نضمن أنه الجميع سيدفع في الوقت المناسب شوف الجانب تاع القيمة المالية أو الدفع أو كده أولا بين الربعمائة وسبعمائة ألف كخبير والله يصدقني الإشكالية ليس هنا لكن هل نضمن أنه الجميع يدفع على بك عندما تشوف تركيبة أو تشوف صيغة فيها سكن حتى اللي ما يخدمش هاي النقطة مطروحة يعني حتى الناس اللي كي سون شماج يل باع لجمو ألبية إذن على هذك هذا النقطة والله أراها يعني أراها ارتجالية من درجة الأولى على هذك نقول دعم ستوند هو دعم بالنسبة لسكن نتكلم على الجزائر وهران كده بين 2500 ألف دينار ليس الدعم ثمان سكن 2500 ألف حتى زوج ملايين و500 ألف دينار جزائري و4 ملايين و200 ألف دينار جزائري لما تشوف كثمن ثمن كهكدا ما كاش عقار عنده هالثمن وما رحش تلقى بلاد في هالثمن بهذا العقار ومن المستحيل من المستحيل علش نقول المستحيل باش نربط هذا المستحيل بالهندسة المالية من المستحيل في بلاد في اقتصاد الجزائر أنه ثمن عقار يكون 4 ملايين دينار جزائري لكن كيفاش هبط هذا الثمن ودعم هذا بالنسبة للأجر تاعة الطالب على حساب لسمي يكتعه علش نقول من المستحيل باش نوضح واحد النقطة مهمة اللي هي ديرنا العجز في الهندسة المالية تاعة المشروع ويتوقف المشروع ونقول لشي نقول هالكنام ماشي باش نخوف لكن من بعد في الدفع هنا كم نقاط كم نقاط كلام ممكن الكلام اللي راني نقول فيه ما راح يعجب بعض المسؤولين لكن نوجهه لمشي لمعارضة المسؤولين لتنبيه للهندسة المالية على المشروع وهذه النقطة راني نذكر فيها كخبير من منطلاق مشروع للبيان إذن زوج ملايين وخمسمائة ألف دينار ولا ربعة ملايين ومئتين ألف دينار هذا ثمان العقار الدعم يعود بالنسبة للأجر للأجر التاعك لما تاخد هذا القيمة كيفاش تخفضت تخفضت لأن العقار إجلدي مع احترامي للمواطن كخريطة عقارية إلايتيب برادي لما تمد عقار وانت عندك مخطط وطني لتهيئة الإقليم وعنده هندس عقارية متوزعة على الجزائر ككل سواء لمناطق الشمال ولا المناطق الهضاب ولا المناطق ولايات الجنوب علاش لأن المشاريع العقارية ميش لا تنطلق مبدئيا لبناء السكن المشاريع العقارية تنطلق لبناء المدن لبناء الجزائر ككل ولكن إلا نطلقنا في مشاريع عقارية ونقعد ونبحث على الأوعية العقارية ونبني السكن جامعا رح نبني لنا دينا ورنا مع المهندس معماري وممكن هو ثاني رح يفصل في قضية بناء المدينة وكيفاش تنحرف وننحرف عن بناء المدينة هذه النقطة الأولى ما طبيعة الصعوبات المالية التي قد يوجد حاني جايك وش معناها الصعوبات المالية لما مرقي عقاري المرقي العقاري في الألبيا وهنا ما ليش ندافع على المرقي العقاري أن يندافع على أداة بناء الجزائر أن يندافع على أداة بناء المدن ممكن يكون مرقي عقاري عمومي وكل رح لك العقاري العمومي. عندنا عنده نسبة تعلمار اشتاح 5% كل رحوا اللوبيالاف ولا غيرها. لما تروح نسبة تعلمار اشتاح 5% معنا ما كاش مردودية في هذا الشركة. إذن كنت عارض بالاقتصاد المردودية. وش يقدر يعاني؟ لما مرقع عقاري هو تقريبا اللي رح يمول هذا المشروع. تقريبا هو اللي رح يمول البناية. لأنه كل المبالغ رح تكون مدفوعة على مستوى الصندوق الوطني. لما يكون وسيط هو أمر جيد للضمان. لكن الضمان هذا ما لازمش يكون عائق في ديناميكية المشروع. وش معناه يكون عائق؟ شوف أي وسيط تديره في التركيبة ما غير البنك. لأنه البنك طبيعة. والبنك مهمته مهمته التمويل والربح عند البنك يبيع مال. وعطيني لامار اشتاعي. لكن أي وسيط آخر. أنا مع الضمان. أنه نضمن أموال الفرد. لكن ما لازمش الضمان يكون عائق وزيد لسانة ليأخذ نسبه. إذن الوسيط هذا رح يرفع وليقلل من فائدة المرقي العقاري. يعني يخلي عليها الضغط. لما يخلي عليها الضغط؟ رح تشوف دفتر شروط. كنت تكون حسنا واضحوا فيه. دفتر شروط راقي. لكن لا يمكن أن يتناسب مع الهندسة المالية. وش يوقع؟ يوقع أن المرقي العقاري يصعب عليه إتمام المشروع. هذه نقطة الثانية المهمة في الأوية العقارية. يقول لك الوعاء العقاري يكون خالي من أي عائق. حبيبي فصل لي. هل نتكلم عن العائق القانوني؟ هل نتكلم عن العائق التقني؟ ذلك قطعة أرضية في منحضر. ولا قطعة أرضية معالم حدودها غير مضبوطة. هذا عائق ممكن ينطلق المشروع. تشوف الأساسات. ومع تلقى روحك. بل تعديت على جار مجانب وتوقفق القضاء. نقطة برك مهمة جدا جدا. يسامحني برك زميلي شرفي. شوف كاي نقطة أخرى اللي ممكن توقف في المشروع. على بك إحنا لما نتركوا المشاريع نشوف شوين تصير. أنا وين تصير على بل يتصير. نشوف وين المعيقة وكيفاش نحل هذا المشكل. وهي النقطة التي أود ربما نفصل لأ أستاذ جمال شرفي. ما أقول ممكن سي عبد الرحمن فسر تفسيرا كبيرا جدا ودقيق في أولان العوائق المالية ممكن أضيف إليه في الجانب المالي بأنه تم تحديد الكلفة للمتر المربع المسكون بالنسبة إلى السكنات الألبية السكن ترقب المدعم والمقدرة بـ 50 ألف دينار جزائري يعني 5 ملايين سنتين هي كلفة المتر المربع المسكون يعني إذا كانت شقة فيها 50 متر مثل الأفدو كما ذكر عبد الرحمن نقل لك 50 في الخمسين ألف مليونين وخمسين ألف وهكذا حتى يعني يوجد حتى الأفسنك يعني الأفسنك فيها 105 متر موربع يعني العملية الحسابية سهلة جدا الحقيقة الأمر لأنه في غياب دراسة لطلب حقيقي في حضور أو وجود الكثير من المعوقات والارتفاقات أيضا بأن الاحتياطات العقارية تم استهلاكها على مستوى الكثير من الولايات خصوصاً الولايات الكبيرة التي نتوقع أن الطلب سيكون كبير جداً وتعظم ما عندناش طلب قديم لأنه فيما سبق الألبيا كما تفضلت أيضاً وذكرت فيما سبق أنه أثرت الحكومة وحكومة أويحيا في سنواتها الأولى أنه تذهب إلى سياسة الكوطة أحسن من فتح الاكتتاب لأنه فرضاً تخيل لو فتحنا الاكتتاب مثل عدل 2001 هل تعلم بأنه عدل 2001 لم يكن الاكتتاب أكثر من أقل من ثلاثة أيام؟ يعني 48 ساعة زائد الوقت للسيستام إلى بوغي يعني زائد النظام نظام التشجيل تكثر عليها الضغط يعني ممكن هي قضية ساعات رحنا إلى أكثر من مليون وستمائة ألف تشجيل تم تحيينهم إلى 430 ألف مستفيد من هذه الصيغة تخيل أنه رح يكون عندنا هذه المرة شهر تقريباً شهر من الاكتتاب يعني رح يكون عندنا معطى أيضاً نقدر نستطيع أن ندرسه يعني خارج السكن الاجتماعي الفئة اللي عندها من زوز ملايين واربعمية يعني من 24 ألف دينار جزائري فما أدنا إلى حدود العشر ملايين وثمانمائة ألف أو مية وثمانية ألف دينار جزائري سنسجل الطلب الحقيقي الساعة للسكن بعد ذلك سنتهب إلى التحيين الآن تخيل إذا كان على العاصمة الآن نتكلم على أنه عندها غير عقار يستطيع أنه يستوعب أربعة ألف وحدة سكنية وإن كان إذا كان سجلت العاصمة وحدها طلب بفوق المتين ألف وثمانة ألف وحدة سكنية هنا رح يكون إشكال كبير هنسى نعتمد بعد ذلك التسجيل الكورونولوجي كما كان معتمد بالنسبة إلى سكانات الترقوي المدعم أو سكانات الألبية والإيجار هنا الألية يعني سابقة لأوانيها أظن على ما أظن أن السلطات الآن بالتنسيق بين السلطة المركزية كوزر السكن العمر والمدينة بالتنسيق أيضا مع الولاد رح يكون 1541 رئيس بلدية أيضا معني باستقبال تلك الطلبات هناك بلديات أظن بأنه لن يكون هناك تسجيلا أصلا خصوصا الجزائر الجزائر داخلية الولايات سحراوية بعض الولايات التي ضب العليا لكن أظن بأنه الإقبال سيكون كبير جدا ضمن علامة الاستفهام هل سيتوفر العقار الذي سيستعيب هذا الكم هل سنبني ما يتم تسجيله أم لا طيب سنعود إلى هذه النقطة لكن نذهب إلى فاصل قصير ونعود موسيقى اهلا بكم من جديد مشاهدين طبعا نواصل ما تبقى من عمر البرنامج والسؤال اليك استاذ بن يمين يعني التحديد المسبق لسعر الشقق يعني هل سيكون عامل إيجابي أو عامل سلبي فيما تبقى من المشروع شوف والله قلتها في قاعة برحال وقلتها في عدة قنوات ورح نقولها اليوم بقوة تحديد السمن أفوا هكذا كمستوى مبدئي أعتبره وخطأ استراتيجي في بناء الجزائر وأتحمل ما أقول علشاني نقول فهل الكلام لما تحدد السمن معناه الضبط التركيبة وضبط المتاراجحة على التركيبة يعني خلاص رهي محدودة ومعروف في العقار أنه كان منتاج كان هندسة مالية أنه تعطيني قطعة أرضية محدودة على شمالها وجنوبها ولا على شرقها وغربها بطريقين أول سؤال ما عرض الطريق لأنه نعرف ندير محل ولا ما نديرش محل لما نعرف عرض الطريق نعرف عدد السيارات الجزولي ونعرف الهندسة الاستثمارية كما ذكرها سي شرفي في الكواليس من باب الأمانة الهندسة الاستثمارية للعقار وبالتالي الجزائر اللي فيها مليونين وثلتمية وثلاثين ألف كيلومتر مربع على كل مسؤول في المشروع العقاري أن يخرج من النظرة تعمل المشاريع العقارية لبناء السكن نروح للنظرة للمشاريع العقارية للاستثمارية والسكن من باب تحصيل الحاصل من بعد ذلك الفئة التي تحتاج الإعانة في التركيبة العقارية لما تدير محلات لما تدير كل الجانب الاستثماري لما تدير عقارات هذه كلها هندسة استثمارية للولاية وبالتالي الولاية تكون غنية والبلديات تكون غنية حتى نقول لهم نحوسوا وين هي البلدية الغنية في الجزائر من بعد الناس اللي نعاونوهم ما نعاونوهمش بالاقتطاع مثل السعر الوحدة والتركيبة العقارية للمرقي العقاري ليتدخل فيها القطع الأرضية ليتدخل فيها مكتب الدراسات ليتدخل فيها شروط الضفطر العقاري ليشترط الترقية يقول لك المهندس المعماري يجب أن يأخذ كل المعالم الحضارية يروح لك المهندس المعماري يدير لك هذاك البارام يقول لك أنا ما قدش خدملك بهذاك البارام واش يوقع؟ مع احترامي للمهندس المعماري وللمرقي توقع عملية البريكولاج ونرجع لفوضوية الهندسة العقارية إذن التركيبة المالية لأي مشروع عقاري يجب أن تكون تركيبة استثمارية يعني ما هي مرضودية المشروع العقاري في الـ LPM هذا السؤال ما أقول لكش غير مطروح رح يقول لي أن فتا كون بلي آه أنفنت كونت سوباتي موني بارانطاب أين بارانطاب دوكبناه للمرقي ونعطيك نقطة واحدة أخرى في الـ LPM أن المرقي العقاري في المحلات التسويقية بيسوقها التسويق الحر بين 20% و 25% نقطة الأخرى في العوائق العوائق القانونية المرقي العقاري لا يكملش المشروع وما سيحدث؟ فسخ العقد الفسخ العقد يتم عن طريق الإجراء القضائي وما سيكون يحل محل آخر صندوق الضمان والكفال إذن كل هذه عند اللي يعرف العقار والتركيبة القانونية على العقار والإشكالات والتركيبة على الهندسة المالية يعرف باللي نظرك هذه أنا بكشوف أي بروجي عنده الريسك والإحتمال أنا مليش أحبط أن نصدر يقول لهم هذا التركيبة كيما راهي ممكن تؤدي إلى أنه إلى سيناري ومشابه نعاية تلقى قطعة أرضية مبنية فيها بناية حبسة في الدولة عميطاش ولا واحد يقدر يكملها والشي اللي يوقع في الألس بي أستاذ شرفي نقطة مهمة تتعلق بفسخ العقد وتحويل المشروع لسندوق الضمان والكفالة يعني في اعتقادك هل هذا إجراء مثالي أم أنه يجب البحث عن مخارج قانونية أخرى لضمان استمرار المشروع لا هو في وقت من الأوقات من قلوبي أن الألس بي أو السكن لأنه هذه ترجع إلى الحكاية القديمة اللي يرى يقتلك لحد الآن هي نقطة سوداء في تاريخ السكن في الجزائر وهو السكن التساهم الجزائر السكن التساهم الاجتماعي لأنه تم الاحتيال على المكتتبون بطريقة كبيرة جدا هناك مارو مكتتب منذ سنة 2000-2001 يعني منذ خلقة هذه الفئة هذه السيغة السكنية منذ سنة 99 هناك من لحد الآن مسكين حرمين عليها أنه يسجل في سيغة أخرى لأنه يدفع شطرا عند مرقي سواء ممكن عموميين لا لكن الكثير من الخواص اللي يحتالوا وأخذوا الفلوس هذا المرقي أو المكتتب البسيط وحرموه من التسجيل في مختلف السيغة السكنية على مدار السنوات وحده يلقى لك يقول لك أنه 18 سنة ونستنى في سكنها يعني أنا مسجل رح تنسجل في عدل قالوا لي لا دفعت شطر أو شطرين الآن ما يقدرش يرجع هذاك الأشطر لأنه الآن في خلاف قضائي مع مع المرقي وحرم من ذلك الآن في أثناء إعداد دفتر الشروط لهذه السيغة الألبياء باللباس الأخير أو بالسيغة الأخيرة تم أخل كثير من الجوانب أو السقطاقة أو الهفوات اللي كانت ضمن القانون الأول وهي أنه يجب أن تكون الدولة حاضنا أو مرقبا كما يقال يعني 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 الآن صندوق ضمان الترقية العقرية موجود اللي عادة عن طريقه هو يعتمد المرقون العقاريون سواء عموين للخواص زيتنا على ذلك السيغة أنه لازم يكون مراقب مالي والمراقب المالي هو الصندوق الوطني للسكن أين المكتب بروح يدفع يعني نقوده في الصندوق الوطني للسكن هناك المراقبة الدورية بالنسبة إلى الصندوق إذا تقاعصها أو توفي أيضا هناك أيضا حالات قوى قاهرة حالة ما إذا يكون يعني توفى المرقي لا يوجد هناك وريث ما لقيناش الفلوس يعني هنا تدخل المرقي أو الخزينة أو الدولة تكون ضامنا لتعويض المكتد بهذه الحالات تم دراستها في هذا القانون الأخير أو في هذا المرسوم الأخير بالنسبة إلى السكنات الترخوية المدعمة على الأقل لكي نتجنب مستقبلا في حالة انطلاق المشاريع ما نقعوش في الفراغ القانوني والفراغ القانوني إذا ذهب للقضاء تتعطل المشروع وتتعطل المصلحة المكتدية وهذا الأمر لأراه جيدا لكن تبقى الكثير من بعض الهفوات من ضمنها أيضا ما ذكرها عبد الرحمن وهو أيضا الثمانة وإن اختلف قليلا حتى في المرسوم حددوا حدوا ببعض النسبة قليلة جدا لكن ليس بهذا الثمن لأنه تعرف أن القيمة العقارية للعقار سواء مبنية أو غير مبنية في العاصمة مختلف تمام من على تين دوف يعني تين دوف إذا كانت تروح بش تقول له أنا سكن أفسانك بخمسة مليون دينار جزائري يقول لك أنا تبيح لي بنفس الثمن في الجزائر العاصمة الثمن الجزائر العاصمة خمسة ملايين دينار جزائري في السوق السوداء سواء 3 ملايين أو 4 ملايين لكن في تين دوف يقول لك أنا خمسة ملايين دينار جزائري تعطيها لي نبني بها سكن فرضي لائق ونخلي احتياطات أخرى فلهذا ليس بنفس المنطق أنا أتمنى بأنه في التركيبة المالية في الدراسة الجدوى من خلال أيضا دراسات المعمارية اللي رح يقدمها أيضا المهندسين اللي لازم أيضا يرافقوا أيضا المرقين العقاريين على الأقل تكون دراسة تقنية شاملة تأخذ منها اعتبار موض البناء المحلية تأخذ منها اعتبار الكثير من المعطيات الهندس المعماري لكل منطقة اللي ممكن أنها ترشد من ذلك الثمن وهذا الأمر اللي غير موجود أتمناه أن يدرج في دفتر الشروط مستقبلا طيب أستاذ بن يامينة يعني ما حدده يعني في المرسوم هو إلزامية استكمال هذه المشاريع على الأقل في ظرف 24 شهرا على الأقل يعني بالنظر إلى التركيبة الموجودة فاعتقدك هل هذا التوقيت اليوم واقعي؟ شوف هو سؤال محيط أريد تلك دليدان بروجي ضبط ضبط أجال أي مشروع مع ذيرا والله مع ذيرا الله أغلب ضبط أجال أي مشروع والله ما الضبطوش أجال قاعدة عامة على مستوى كامل شامل هكذا علاش؟ لأن الخطأ وين راه مناش نحطه في هذه المشاريع في أمبوز الجنفيل لازم ننطلقه من مبدأ في بناء مدينة لما تقول تبني مدينة تقول هذا المدينة في شعال تبنيها واش كون الشركات اللي تجيبها تبنيها وما هي مردودية هذا المدينة وما هي العقارات الصناعية اللي غدوة تجيب لك ضرائب في هذه المدينة ما هي العقارات السياحية اللي تجيب لك مداخل في هذه المدينة إلا انطلقنا من الهان نحدد أجال بناء المدينة ونعجل في أجالها لأننا نريد تعجيل مردوديتها بسح لما تقول أنت واحد والله يرعب لك شيء غريبا في الأمر العقاري لما يجي واحد يقول لك نحن في 24 موة تقدر تدير 24 موة في هذه المنطقة ونحن في منطقة أخرى لسبب بسيط أنه العقار اللي تديته أولا جانب الطربة فيه مشاكل كبار ممكن تلق الما ممكن منحدر وتأكل درامك في التراث منتع المنحدر يعني في عملية التسطيح منتع المنحدر إذن وماذا يتم قانونا يتم يتم ملحق للأجال وماذا يتم ملحق للأجال سوف يتم ملحق لأجال الملحق سوف يتحدث عن المنطقة سوف يتحدث عن المنطقة يقول لك أنه لا يتم ملحق إذا كنت تكون كميات إضافية سوف يتم ملحق إذا لم تتم ملحق سوف تذهب لتوقيف المشروع لأنه خمسين في ألف دينار تخلص سيشور في قل أنا سوف أضيق أكثر قال لك لما تبني في 20 زواتين ولا تبني في الجزائر في العاصمة أنا سوف نقطع أبعد في العاصمة لما تبني في حي عندك مرضودية اقتصادية ولما تبني في حي ثاني عندك مرضودية اقتصادية ثانية أنا أقول لك قل لي عرض الطريق قل لي الطريق هذه تأدي في وعندك 60 ألف واحد يجوز عليك في الصباح وتدير مقهى وتدير مطاعم وتدير كل المشاريع اللي تخليك تقول يا ودي أنا أشوف أعطوني المحلات التجارية في الطابق الأرضي وعطوني الطابق الأول والطابق الثاني للخدمات وعطوني الطابق الثالث لبعض السكانات والباقي كلهم مدهم للألس بي ولا مدهم للسكن الترقوي المدعم وش حبيت نقول أن التدعيم يتم بنظرة استثمارية ولا يتم بنظرة تمويلية بالتضييق على أول أداة لبناء الجزائر اللي هو المرقسة وأن خاصة وأن عام أنا نقول الخطأ روهنا ولكن مننا في هنالنظرة رح تكون نتيجتين لأراهم مشي ملاح أول نتيجة ممكن نقضي على أداة بناء الجزائر أداة بناء الخريطة العقارية النقطة الثانية إذن التركيبة هذه أن تقول لي والله ما تعني لي ولا شي أعطيني القطعة الأرضية كيف أشي أعمله أعطيني عوائقها أعطيني مشاكلها المرقي العقاري شوف عنده عدة عقود يديرها أول عقدي يديره مع مكتب الدراسات أنت تقول مكتب الدراسات هذا لماذا سيستقام له لما مكتب الدراسات ما تخلصوش وش يدير لك والله ما يلحقوك المخططات علاش أو ما عندوش باش يخلص اللي تكنيس ينتوعو يجري كيمة تحب دير أوامر كيمة تحب دير حتى تصخيرة من عند الوالي مكاش هذه اللولة العقدي الثاني معاي يديرو مع شركة البناء لما شركة البناء ما تخلش في وقتها ولا ما تدلهاش هذا التسبيق اللي لازم إذن التركيبة المالية كيفش راهي موزعة نشوف أنه التمركز في التمويل راه واقع على المرقي العقاري إذن قبل ما تجيب هذا المرقي العقاري بغض خصائصه التقنية والأدوات روح دير ضامن في البنك باللي عنده كل هذا الأموال صحيح أنا نقول لك أنا مرقي لما تطمر لي كل هذا الضمانات وعليش نجي نخدم معاك نروح في ترقية خاصة ونشر عقار خاص بمعالمه لكن الأمر الغريب أنه سواء كان عقار خاص ولا عقار وجهاته الدولة كله خريطة من الجزائر وكله يساهم في بناء المدينة أستاذ شرفي حتى نختم يعني مدى نتوقع من هذه السيغة الجديدة وبالنظر أيضا لكل ما نقشناه طوال عمر البرنامج أنا أقول بأنه سأضيف قبل أن نهتم أنا أقول أضيف نفس النسق الذي قال سي عبد الرحمن أنا أقول بأنه 24 شهر يجب أن نضع المشروع السكني في نسقه أو في محتوه للمدينة أو للحي الآن لأنه كانت عندنا الكثير من الأمثلة أيضا فيما سبق أنه انجزنا في أرقام قياسية برغم أنه قليل هذه الأمثلة لكن بعد ذلك قعدنا خمسة إلى عشر سنين لم يسلم السكن لأنه لم ننجز كل ما يتعلق بتهيئة الشبكات التحتية لأنه أيضا هي تتعلق بصاحب مشروع آخر مش موجودة الأذري في المالية فتعطل المشروع السكني وإن تم إنجازه في وقته التنصيق بين مختلف القطاعات الحكومية غير موجودة في بعض الأحيان هنا في الجزائر العاصمة هناك أحياء تم بنائها بعد ذلك اتضح أنه في وقت من الأوقات لي كي نموينها بالغاز والكهرباء يستلزم مشروع تسجيل ولي إنجزه في السنوات يعني ما الفائدة أني ننجز الآن سكن بمرافقه بشبكات التحتية لكن التموين للكهرباء والغاز يتطلب لي أيضا ثلث سنوات عند هذا وين فوقت عند انتهاء تسليم ذلك المشروع التنصيق بين مختلف القطاعات الحكومية غير موجودة فليهذا أقول بأنه المشروع السكني في الجزائر إن أردنا أن ينجح ابتداء من هذه النقطة الآلبيا يعني ممكن بشان قولك أنا ليس فقط التسجيل وشير أنسلم اجتماعيا لكن أيضا يجب أن تتوفر النية الحسنة يجب أن يكون هناك تنصيقا بين مختلف المتداخلين ابتداء انطلاقا من الاكتتاب ويجب أن تكون الظرف المالي موجود كل دراسات موجودة نعطي الاهتمام لكل مارا لنزل المشروع شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال شرفي الخبير في العقار والمدينة كما أشكر أيضا الأستاذ عبد الرحمن بن يمين الخبير في العقار والهندسة المالية إلى اللقاء الشباب لا تفهم لابت موسيقى شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا جزيلا إلى ج Bruيا